تستمر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ليبيا وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تقترب من حرب أهلية طويلة المأمد وقد وصلت الاشتباكات إلى منطقة ورشفانة جنوب العاصمة رابلوس التي أصبحت تعتبر منطقة منكوبة من جراء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون هناك من قبل ميليشيات فجر ليبيا المتشددة سنتناول وشأن الليبي بمزيد من التحليل في جزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفين من تونس رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر ومن اسطنبول الناشط الحقوقي الليبي فرج حميد ذكرت وسائل أعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب باستقبال قيادات الإخوان المسلمين التي طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها وفي تصريحات على متن الطائرة التي أقلتهم من قطر قال أردوغان إن الشخصية الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا إذا رغبت في المجيء قال مسؤولون أمميون إن اتفاقا إسرائيليا فلسطينيا تم برعاية الأمم المتحدة بشأن إعادة إعمار غزة وقال وزير الدفاع الإسرائيلي مشي علون إن آلية مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ستبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في مراقبة عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة مما سيتيح الشروع في ترميم القطاع تدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين حوثيين وقوات عسكرية في منطقة شملان شمال غرب صنعاء وتوجهت وحدات يمنية إلى منطقة الجابل بمديرية همدان لوقف القتال بين الحوثيين ومسلحين قبليين موالين لحزب الإصلاح وأفاد مرسلنا أن الحوثيين فجروا مقر حزب الإصلاح وفي محافظة الجوف شمال يليمن قتل اثنان من أقارب القيادي في الإصلاح حسن أبكر بعدما تمكن مسلحون حوثيون من السيطرة على منزله يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال نحو ثلاثة ألاف عسكري أمريكي إلى غرب إفريقيا للمشاركة في مكافحة إيبولا وسيشارك العسكريون الأمريكيون في بناء مراكز ضبية جديدة لمعالجة المصابين في المناطق الأكثر تأثرا بالمرض صادق البرلمان الأوكراني على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحاضي الاتفاق بتأييد أعضاء البرلمان بالإجماع بالتزامن مع الموافقة عليه من قبل البرلمان الاتحاد الأوروبي في سراسبورغ نبقى في أوكرانيا حيث قام متظاهرون غاضبون في العاصمة كييف بإلقاء أحد أعضاء البرلمان في حاوية للقمامة وذلك عقابا له على مواقفه المؤيدة لموسكو الضحية نائب حالي في البرلمان ومحام شهير وقد عمل مستشارا قانونيا للرئيس السابق كانت هذه أبرز الأخبار نتابع معكم الآن الجزء الثاني من حوار الليلة ليبيا واتهامات للمتشددين بارتكاب جرائم حرب موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة نرحب من جديد بضيفينا من تونس رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر ومن اسطنبول الناشط الحقوقية الليبي فرج حميد أهلا بكما نذكر أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ معك هذا الحوار سيد فرج حميد من اسطنبول ما تقديرك لسوء الوضع الإنساني في ليبيا خصوصا بعد أحداث اليوم وتقارير الأمم المتحدة حول هذا الوضع في ليبيا أعتقد أن الآن طرابلس وليبيا سيدتي منكوبة فعلا التقرير الذي صدر من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووصف منطقة ورشفانة بأنها منطقة منكوبة أعتقد أن هذا التقرير صادق وواضح وصريح الوضع جد مأساوي في طرابلس الحبيبة لا أعتقد أن الصورة أو الكلام الذي سوف أتحدث به سوف يصف ويضع المشاهد المتابع للمشهد الليبي الصورة بأكملها ولكن دعيني أقول لك وأري المشاهد وآسف وأعتذر من المشاهدي سكاينيوز على بشاعة هذه الصور ولكن هذه الحقيقة سيدتي هذه الصور الآن في منطقة ورشفانة هذه الصور في منطقة طرابلس هناك جريمة ترتكب في حق الإنسانية في مدينة طرابلس هذه الصورة الحقيقة هذه الصورة ليست في غزة هذه الصورة ليست في غزة هذه في طرابلس من أبناء الوطن الواحد من أبناء الليبيين هذه الصور سيدتي من داخل مدينة طرابلس نعم نعم أعتقد أن مجازر حقيقة ترتكب في حق المواطن الليبي لا أعتقد أن كل ما تفضل به سوف يصف ويضع المشاهد العربي والمشاهد الليبي في الصورة. المواطن الليبي الآن يقف بالساعات من أجل الحصول على لترات بنزيل لكي يتحرك بسيارته. المواطن الليبي الآن ربما بين 8 ساعات والعشر ساعات يعاني من انقطاع التيار الكهربائي. المواطن الليبي في حالة من الذعر وفي حالة من الرعب وفي حالة من الخوف من القصف العشوائي الذي طال المناطق وطال المدنيين. أعتقد أن التقرير لأمم المتحدة الذي صدر في 4 سبتمبر ووصف أن هناك 250 ألف نازح هو تقرير وهو رقم صادق وصارح. الآن حالة نزوع كبيرة جدا في مدينة طرابلس وأيضا في شرق الليبي. الوضع جد مأساوي في لبيانا. الكثير والكثير من العائلات الآن في ورشفانة نازحة إلى مناطق أخرى نهيك على الذين نزحوا إلى تونس الشقيقة وإلى مصر وإلى دول أوروبية. أعتقد أن المشهد الليبي الآن أصبح في مراحله الأخيرة. أنصح التعبير. يأما أن نرتقي بالوطن. يأما أن نجد مخرج لهذه الأزمة التي نحن فيها. يأما فعلا ليبيا تضيع من أمام عيننا. ليبيا هذه المنارة التي أردناها أن تكون منارة الشعب الليبي عندما تار في فبراير. أراد أن ينطفض ويريد أن قيام دولة القانون. ما يرتكب الآن ليس له علاقة بتورة فبراير. تارة بحجة بأن هناك أزلام. وتارة بحجة بأن هناك من يسيطر على مطار طرابلس. أين مطار طرابلس الآن؟. رماد مطار طرابلس. أين هم الأزلام؟. لا يوجد أزلام في ليبيا سيدتي. هذه الحرب ليس بالأزلام. ليبيا للجميع. ليبيا لا تبنى إلا بالجميع. شباب الفاتح. شباب سبتمبر. شباب ما كانوا يؤيدون نظام عمر القدافي. وشباب فبراير. شباب الذين أرادوا الحياة. هم يد بوحدة. يد بيد من أجل النهوض بليبيا. غير ذلك سوف ليبيا تضيع من أمام عيننا بوجه حق. سيد محمد المبشر. لماذا وصل الحال بليبيا للوصول إلى هذا الحد الأدنى من أوضاع حقوق الإنسان إلى الدرجة التي ربما يتساوى فيها أو يتجاوز ما كان عليه الحال أثناء حكم القذافي؟. أول شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك. ثاني شيء. أنا ما أتيت لهذا اللقاء لكي أشاهد خطاب آخر لاستدرار العواطف مثلا. ولا للحزن على من يموت. يموت جميع الطراف ليبيا. وانا جاي نتكلم بمنظور آخر. ولست في باب الدفاع على أحد. ولا نقاش على أي موضوع يجذبه. صحيح. سيدي. 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 سمحت لي فقط. أستاذ الفضل. سيدي. استدراج. أخوة. أوضح لك نقطة حتى نبدأ من نقطة صحيحة في هذا الحوار. يعني استدراج العواطف كما كنت تقول بشأن ما قاله سيد فرجح ميد. لا ينفي بأن هناك جرائم حقوق إنسان تحدث كل يوم في ليبيا. تفضل. شوفي لازم نكون عادل إذا كان هنا فعلا مثل ما كنت في الصيفة الموجودة. هذا التوظيف السياسي أو التوظيف الأيدولوجي الموجود داخل الوطن يحتم على كثير من الأشياء. أنا ممكن أن أغادر الآن ويجيك شخص آخر يتكلم باسم الطرف الآخر. ويوريك صور أخرى لنفس الشيء. يحكي لك على تاريخ آخر. أنا لا أريد أن أصنف نفسي هنا. أنا أريد أن أتكلم مثل ما قلت. نحن هناك الآن نوع آخر من الخطاب في ليبيا. نحن لم نأتي لإسمع صوتنا عن طريق قناتكم المباركة. إلا لكي نوضح أن هناك حلول داخلية. لا نريد أن نتكلم في الماضي وماذا حدث مني وماذا حدث منك. نحن نعرف تاريخ ليبيا جيدا. صحيح يا سيد محمد. يا سيد محمد صحيح. ولكن هناك جرائم تحدث على الأقل اليوم ما يحدث في ورشفانة. وما تم إظهاره اليوم إعلاميا. ألا يستحق الحديث عنه؟ نعم. شوفي إذا كان الإنسان بيكون عادل. لازم يتحدث على كل شيء يؤلم ويحزن ويقتل حد. نحن نضد أي قتل. أنا إذا كنت أتكلم معك بصراحة. عندي كثير من الأمور. قصف الطائرات. هذا هل هو وفق ما يقتل في حد؟ صوريخ الجرائد اللي تضرب عليه ورشفانة. هل ما يقتل في حد؟ كله. أنا لازم ننظر بمسألة متعادلة مع الكل. حتى في كثيرين يتهموا الدور الاجتماعي. إن ماسك العصام من الوسط. أنا إذا كان هناك مسألة يجب أن نقف معها الآن. هي نوعية الخطاب لممكن يطرح. أنا لا أريد أن أجتر الأحزان على شاشات التلفزيون. وانتكلم ونقول والله الطرف الثاني ظلمني. والطرف الثاني قال. والطرف الثاني قال. هذه متروك لمنظمات دولية تتحدث على هذا الأمر. أما أنا مسؤوليتي. مسؤوليتي الاجتماعية داخل ليبيا. هي محاولة تجاوز هذه الأزمة بكل اعتباراتها. عدم توظيف أي دور داخلي. عدم توظيف أي دور داخل الاستفادة مننا لأي طرف. دعنا ندخل في الموضوع. كيف؟ ما الذي يمكن طرحه السيدي؟ كيف؟ الآن هناك كلام على مجموعة من الأطرحات. اسمها التهدية. سبيل للخروج من الأزمة. تضع عدة جدولة حقيقية موجودة. طلحت حتى في الإعلام. لمحاولة للتهدية. نحن لا نستطيع أن نتفق أو نلملم جراحنا في ليبيا إلا لما نصل إلى تهدئة حقيقية. لكن إذا كان بقينا أنت تصب الزيت على النار وأنا أدافع على نفسي وأنت تدافع على نفسك. لا نستطيع عن كذا. نتكلم معاك بصراحة. هناك الآن قوة حقيقية التي هي النسيج الاجتماعي الليبي يحاول أن يخرج بليبيا. الآن مسألة ليبيا فعلا مثل ما قال أخي الكريم. أنا أتفق معه في الجزء الأخير من كلام مبارك الله فيه. إذا لم نتكاثف جميعا لإنقاذ وطننا سوف ندخل في دوامهم ربما تطول. لكن سوف يكون هناك إنقاذ. نحن نعرف تاريخ ليبيا جيدا ونعرف قوة ليبيا. هناك مازال صوت آخر في ليبيا لم يسمعه أحد. أما التعديات والإجرام. أنا من الإجحاف. من الإجحاف حقيقة أن نصف طرف على الآخر. لكن من الإجحاف أيضا أن لا نعطي حق العائلات البريئة اللي ساكنة في بيوتها. ما ذنبها أن تهدم فوقها البيوت. وما ذنبها كذا وما ذنبها كذا. وما ذنب قائد السيارة الذي يعبر الطريق تغطس بسيارته وأمام زوجته وغيره. هذا كل كلام صحيح وكلام عادل وهذه حقائق موجودة. لكن نقول لك بكل صراحة أختي الفاضلة. لو سمحت الجملة الأخيرة قبل أن تذبق لي لضيفك الآخر. أنا أريد أن أوجه الخطاب أن ليبيا ستبقى. سيستيقظ الليبيين في يوم اليوم ويجدون أنفسهم أنهم إخوة وتقاتلوا وتصافحوا. أكملي حقوقك. طبعا نتفهم الطرح الذي تقوده في هذا الحوار. أنت بالنهاية تقود المصالحة ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة. دعني أعود إلى السيد فرج حميد. هذا التقرير الصادر من الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في ليبيا. هل تتوقع أن يكون متبوعا بتحرك دولي؟ ربما لا يعرف طبيعته ولكن تحرك دولي ما. دعيني أعقب على ضيفك الكريم. عندما تفضل وقال أن هذا الكلام وهذه الصور ربما تدخل من باب العاطفة أو من باب استدراج عواطف عموم الليبيين وعموم المشاهد العربي. ولكن هذه المشاهد وهذه الصور حقيقية. هذه من الواقع لا أريد منها. لا الفتنة كما صور ربما ضيفي الكريم أنني ربما منتمي إلى طرف معين. لست منتمي إلى طرف معين رغم أنني من فبراير وانتمائي فبراير. ولكن مؤمن بأن الوطن يبنى للجميع. أعتقد أن ضيفك يضعني في صورة ذلك الشخص الذي ربما يريد سكب البنزين على النار. أبدا لست من هوات سكب البنزين على النار. ولكن أضع الصورة كما هي بما أن ضيفك يتحدث وقال أني لبما ميالا لطرف دعيني. أقول لك أريد إظهار الصورة لكي يدرك ضيفك الكريم. أنني لست أنا مع الإفراج على السيد سليمان زوبي. ونعرف السيد سليمان زوبي لأي تيار منتمي سيدي فاضل. أنا مع الإفراج على السيد سليمان زوبي. أنا لست منتمي إلى الطرف. أنا حقوقي وحيادي وأنا وطني ليبي مسلم. وضحت هذه النقطة. وضحت هذه النقطة سيد حمير. دعيني نخرج من إطار شخصنا الموضوع. المطالب على المحامي على المحامي أسيد صالح بن جواد. الذي اختطفته هذه الميليشيات التي تدعو أنها تورية. ليست هذه بأعمال التوار. ليست هذه بأعمال التوريين. أبدا سيدتي الفاضل. حرق المنازل بالله عليك هذه الصورة. يجب أن ينظر إليها كل متابع ليبي. لربما يرتدع. لربما يرتدع. هذا ما قصدته. لربما يرتدع هذا الذي يرتكب في هذا الشيء. بيت يتم حرقه. كيف يمكن أن يرتدع من يقوم بذلك؟ لو سمحت لي سيد أحميد. كيف يرتدع من يقوم بذلك؟ والدولة الليبية في حالة ضعف. سألتك عن تدخل دولي ما. هل يمكن أن يردع هذه الميليشيات التي تعيث فسادا في ليبيا؟ أعتقد سيدتي الفاضلة هناك من يرتدع. وهناك من تصح فيه صوت تلك المرأة التي تصرخ. وقتل ابنها دون وجه حق. ربما هناك من يرجع للكي صوت المرأة التي فقدت زوجها. ربما هناك من يرجع. ولكن أعتقد أن هناك مجموعة ربما لن ترجع. ولن ترجع إلا بفرض هيبة الدولة. وأعتقد أن مجلس النواب الآن يسير في خطأ تابتة لنحو بناء دولة المؤسسات. أعتقد الآن في أروقة مجلس النواب تتم مناقشة قانون مكافحة الإرهاب. أعتقد أن هناك خطوات حول حصول التأييد من الدول الإقليمية. وبالإضافة إلى المجتمع الدولي. أعتقد أن هناك يد الدولة الآن أصبحت تريد فرض هيبتها. وأن تصل إلى كل من أراد بالعبط بأمن المواطن والعبط بمؤسسات الدولة. أعتقد أن سلاح الجو الليبي يقوم بقصفات. أعتقد أن ضيفك أشار للقصف. نحن ضد أي تدخل أجنبي. أعتقد أن سوف أكون حيادي سيد الفاضل. رغم أنك وصفتني بأنه لست حيادي. ضد القصف أي تدخل أجنبي. نريد الحل أن يكون ليبيا ليبيا. ليبيا ليبيا. ولازالت الأياد مندودة. ولازالت الأياد مندودة. ولكن هناك من يريد فرض أيديولوجيتا بقوة السلاح. هناك من يريد فرض وهيبة سيطرتا بقوة السلاح. بتصرفات دعيني أقول لك. إذا كان الأمر كذلك سيد حمي. بكل وضع تصرفات صبيانية. إذا كان الأمر كذلك. قوة السلاح لا تواجهها إلا قوة سلاح أخرى. وهذا ما تفضلت به سيدتي. أن هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطات الليبية. الآن هناك كيان وهو مجلس النواب المتمثل في مدينة طبرق. أعتقد أنه الآن يتم التخطيط لتشكيل حكومة وطنية. ربما يكون أهمها الأول. وستراتيجيتها هي فرض وهيبة سياسة الدولة. وإرجاع الوطن من سراقة. الوطن الليبي الآن أصبح مسروق سيدتي. الكل يتدخل في الشأن الليبي. دول مجاورة تتدخل في الشأن الليبي. دول إقليمية تتدخل في الشأن الليبي. المواطنة الليبي الآن أصبح بكل وضوح كفرة بفبراير. يا سيد حميد إذا كان إسقاط نظام القذافي. لم يتم إلا بهذا التدخل الدولي. وهو طبعا حلف شمال الأطلسي. لم يكن الأمر ممكن أن يتم بآياد ليبيا من الداخل. دعني أن أعود إلى السيد محمد المبشر مرة أخرى. في نفس النقطة. برأيك سيد المبشر ألم يحن الوقت لدور مركزي وقياد الأمم المتحدة؟ أم أنك تؤمن كما يؤمن سيد حميد بأن الحل لابد أن يكون من الداخل؟ هل ما زال هذا ممكن؟ أنا أريد التركيز أن تعطيني الزمن مثل ما تعطي لأخي. تفضل أكيد 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 أكيد. أول شيء أنا عندي نظرة للليبيين بالكامل أنهم سواسية. أنا عندي قاعدة شرعية في هذه المسألة. أن الليبيين وكلهم المؤمنون إخوة. ومسألة الخلاف والقتال تحدث في كافة الدول. أما بخصوص سؤالك. نحن نثق. لازلنا نثق. صحيح أن هناك. أما تدخل العسكري وتدخل الوسطاء الغربيين. أنا أظن أنه ما زال هناك في جعبة ليبيا الكثير. أظن وأعتقد أنه صحيح تأخر الدور الاجتماعي في فترة من الفترات. أو في تقرير. لكن أظن أن الأم المتحدة يجب أن تدعم هذا الدور بكل قوة حتى يكون. لأن أهل مكة أدرى بشعابها. نحن نعرف تفاصيل مجتمعنا بشكل جيد. نعرف كيف ممكن أن نأثروا عليه بشكل جيد. صحيح هناك الآن سلاح منتشر. هناك عدم سيطرة حقيقة من القبائل أو من المدن على أبناها بشكل أو بآخر. أنا لا أريد أن أستطيع أن أتكلم لكي أفهم. نحن الآن عندنا قضية مشكلة حقيقة. ممكن حتى الآن شعرت بها وحسيت بها من خوي فرجنا. ما لبيش شخصا المسألة. لكن هناك أزمة ثقة حقيقية. كل ما يقال يفهم خطأ. كل ما يطرح في الساحة يفهم خطأ. كل من يتكلم بأي أسلوب آخر يصنف أنت عما هذا الاتجاه أو مع هذا الاتجاه. أنا أتكلم في منطلق عام وشمولي. أنا أعرف أن نهايات الأمور ليست كبداياتها. الحرب عادة من الحرب الأهلية مثل الغرفة المظلمة. إذا دخلت فيها تدخل ولكن لا تعرف ما هو موجود بداخلها. ما يحدث الآن في ليبيا هو أمر طبيعي جدا. إذا توفر السلاح بهذه الكثرة وصار هناك صراع على شيء لم يوجد بعد. الليبيين الآن يتصارعون على سلطة وسلطة غير موجودة. هذا في جانب. أما في جانب آخر من ناحية الأيدولوجيات الإسلامية. من ناحية كذا. هذه تصنيفات تضعها الأم المتحدة. تضعها الدول الغربية. تضعها الدول العربية. وفق أجندات تختلف معها. أما نحن في المجتمع الليبي. إذا كان يجوز لي أن نتكلم باسم المجتمع الليبي. على الأقل في جانب المصالحة. نرى رأي آخر. لكن نحن نبحث حقيقة الآن داخل المجتمع الليبي للخروج من المشكلة. لا نريد أن نتحدث على سلبياتها. نتحدث على ماذا يمكن أن تحدث. أن نتكلم على الماضي أو ما يحدث الآن. نحن الآن في الموقف الآن. يجب أن نفكر كيف نخرج منه. وليس كيف أن أحمل ذلك متهم. هذا شغل آخر. تقوم به المنظمات الدولية. يقوم به النائب العام في ليبيا. تقوم به مؤسسات القضاء. تقوم به أي شيء آخر. لكن نحن كليبيين يجب أن نفكر كيف نخرج. ليس كيف نلصق الاتهامات ببعضنا. أو كيف نحطم الثقة الموجودة بيننا. أنا عندي أصدقاء في كل مناطق ليبيا. هذا يدافع على قضية يراها صحيحة. وهذا يدافع على قضية يراها صحيحة. ويتكلم العالم بتسويق آخر. أن هذه قضية أخرى وإرهاب آخر. ولكن سيد. اسمحني فقط سيد المبشر. أو طبيب مثلا. إذا أراد أن يعالج مريضا للسرطان. ألا يفترض أن يشخص مكان إصابة السرطان لإصاله. إذا تحدث السيد فرج حميد أو آخرون. عن أن هناك ميليشيات بعينها تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان. هذا مبدئيا للصاقة التهمة بها. من أجل ربما محاربتها أو تقديمها للعدالة على الأقل. لا أدري أنت منذ بداية هذا الحديث. وأنت لا تريد أن تتحدث عن هذه الميليشيات. كمثلا ميليشيا فجر ليبيا. لا لا لا. لا 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 أنا أتحدث بكل. أنا في ليبيا. أنا لم أخرج من ليبيا بتاتا على طيلة السنوات الأربع الماضية. لم أخرج من ليبيا. وكنت أنتقل. يمكن لا يدرك أخي فرج. أنا أعرفه. أنا أتابعه في كثير من الأشيان. وأنا أحترمه جدا. وأنا أحترم كل وجهات النظر في ليبيا. ما يوافق مصلحة الوطن. أنا تنقلت في كثير من ليبيا. وأدرك جيدا. أنا خرجت من ليبيا أول أمس فقط. أنا أعرف فجر ليبيا فردا فردا. وأعرف ورشفانة فردا فردا. من خالد بعميد إلى غيرها. وأعرف كثيرين في الوطن. أنا أعرفهم جيدا. وأستطيع أن أصنف ذلك. لكن أنا الآن ليس في معرض تصنيف أحد. أنا الآن أطرح طرح جديد. أنا الآن أقول من خلال قناتكم المباركة. سكاينيوز عربية نعم. أننا الآن في سكاينيوز العربية. أنا الآن أدعو أخي فرج. وأدعو كل حد خايف على ليبيا حقيقة الآن. أن يدفع باتجاه التهدئة. أما مسألة الحساب والتصنيف وكذا. سيبرز لوحده كل شخص أو كل مجموعة مقاتلة. لا تمتثل لمسألة التهدئة بالنداء الاجتماعي. أما مشكلتنا الحقيقية هو من أدخلنا في ذلك. هما الساسة. الحقيقة الساسة كلهم خرجوا خرجوا البلاد. وبقى المقاتلين الذين يقاتلون. ما احترام لهم الشديد. ربما خوف ربما أيديولوجيا. ربما أي شيء. لكن هذه مسؤولية تاريخية على الليبيين بالكامل. كل من يدعي أنه يخاف على الوطن. يجب أن يعمل وفق التهدئة. بعد ذلك نتحاسب. هذه الميليشيا لم تمتثل للتهدئة. إذن هذه عندها أيديولوجيا. عندها فكر إسلامي. تصنف وتقصى من المشهد الليبي. تحارب وتقتل كذا كذا كذا. يجب أن لا يخرج الليبيين على الإجماع باتجاه التهدئة. وهو موضوع في نقاط معددة. وهي موجودة الآن في النت على صفحة مجلسة هيالليبي المصارحة. شكرا لك سيدي. فسيد فارج حميد. هل تؤمن بأن ربما الحل يكمن في الجلوس على طاولة الحوار. كما يدعم الأمر سيد المبشر؟ أعتقد مثلما تفضلت مع الحوار دائما سيدتي. قلت لك أنا محسوب على فبراير. أنا خرجت من سجون القذافي. أنا أعتقد أن مع جلوس الحوار مع الجميع. كل من هو مؤمن بقيام الدولة. ولكن هناك أطراف ليست مؤمنة بقيام الدولة. هناك أطراف تعيق بناء الدولة. ومع هذا مع الحوار سيد المبشر. أنا يدي ممدودة لك. يدي ممدودة لك كل ليبي. أينما كان داخل الوطن وخارج الوطن. لكي نبني هذا الوطن. أصبح وضعنا سيد المبشر مخزي ومؤلم أمام الأمم. أمام الشعوب. وضعنا أصبح لا يطاق. اللعائلة الليبية أصبحت متشردة بين منطقة ومنطقة. بين بيت وبيت سيد المبشر. هذا الوضع يجب أن نطرحه بقوة. لا أن نتسثر عليه ونقول أن علينا الحفاظ على النسيج الليبي. الحفاظ على النسيج الليبي إذ ما زال هناك نسيجا ليبيا. أعتقد الآن أصبح هناك القبض على الهوية في طرابلس وفي كل مدن الليبي الحبيبة. أنت من مصراطة إذن أنت مع فجر ليبي. أنت من الزنتان إذن أنت مع الكرامة. أنت من ورشفانة إذن أزلام. أنت من بنوليد أزلام. هذه المسميات التي أتفق مع سيد المبشر عندما قال وتفضل أن هذه الهزمات. وهذه المشاكل قام بها الساسة. الساسة وهم جلهم في خارج الوطن. شكرا لك سيد فرج. أتفق في هذه الجيئة سيد أم بشر. شكرا فرج حميد. الناشطة الحقوقي الليبي من اسطنبول. وشكر الجزيل أيضا لرئيس مجلس أعيان ليبيا المصالحة محمد أم بشر من تونس. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاينيوز عربية. ألقاكم على الرأس الساعة المقبلة. اشتركوا في القناة